في شبه منزل بلكاد يسترهم جدران باردة وصقف من صفيح لا يقي برد الشتاء ولا حر الصيف العائلة بأفرادها التسعة باتت عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة المنزل هنا يعكس واقع آلاف الأسر المحتاجة في قطاع غزة المنكوب الحياة صعبة البيت عندي والله الحمام عندي يعني واحد منهم خربان عندي المطبخ لشبابيك لباب عندي شبابيك الأوضة كمان صارت المطر يخش علينا منها لأنها حط لها زي شادر خربانة شبابيك وحط لهم شادر كمان الصالة عندي صارت تنزل عليه مياه واش يعني المعزيني أن الناس تعبان يعني القطاع كله تعبان هاي المعزيني يمكن لفرط مثل هذه الأسر وجدت بارقة أمل في مبادرات خيرية فردية تستهدف العائلات المتعففة في المناطق المهمشة في غزة والتي ترتفع فيها نسب الفقر فادي يشرف على حملة يطلق عليها غاز الخير والتي تهدف لتعبأة استوانة غاز لنحو ألف أسرة وصلتنا مئات المناشدات عبر صفحاتنا وعبر صفحة المبادرات الخيرية تشتكي لنا سوء حالها منهم أيتام منهم مرضى منهم أصحاب دخل يومي تضرروا بفعل فيروس كورونا للأسف مناشدات مؤلمة نحاول بقدر الاستطاعة أن نلبي هاي المناشدات هذه الحملة ولاقت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حجد الدعم للمحرومين والأكثر تضررا من فيروس كورونا في غزة الدعم تتلقاها الحملة دعم طبعا ذاته ودعم داخلي هو من أهل نفق دع غزة هي زي ما بسموها من الفقراء للفقراء من الناس المحتاجة للناس المحتاجة طبعا ما في عنا جهة معينة وفي جهة ممولة ثابتة بتقدم الاندعم وانتشرت المبادرات الخيرية الفردية مؤخرا في غزة لتتلمس طريقها في مجال دعم الفقراء والمحتاجين في بلد جاوزت فيه نسب الفقر والبطالة أكثر من 60% أيمن أبو شنب الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر